اشتركوا في القناة اخواني واخواتي في ثمرة تكون موجودة في سفرة الافطار لكن ما فيه احد يقرب من عندها اول ما يأذن المغرب على طول نشوف الاخوة والخوات يبلشون بالاكل لكن ما فيه احد يقرب من هذه الثمرة ونحن نعرف زين ما زين ان الشخص الصعيم يكون فاقد كثير من الماء من السكر فيحتاج اشياء تعوضة للسكر واشياء تعوضة للماي وهذه الثمرة ايضا ذكرت بالقرآن وهذه الثمرة ايضا ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع اهله وقالها مرتين او ثلاث رواه مسلم فالتمر اخواني واخواتي لو نبلش فطورنا بتمر يعني التمر فيه فوائد كثيرة للصائم لانه يحتوي على معادن سريعة الامتصاص وهذه المعادن يتقوي الكبد وتقوي ايضا القلب ويعالج ايضا فقر الدم ويقوي الجهاز المنايلي انه يحتوي على مضادات الاكسدا ويحتوي على فيتامين الف وفيتامين با يخفف من التوتر ويهدي الاعصاب يلين المعدة ويعالج الامساك لانه يحتوي على الالياف الغذائية حياهم الله تعالوا اتفاضلوا داخل اتفاضلوا داخل وايضا هذا وايضا السكر يخليك يعني ما تشعر بالجوع لانه يحتوي على الياف وايضا ما يخليك تشعر بالعطش لانه يحتوي على البوتاسيوم بشكل كبير ولا نسى انه يحتوي على السكر فالسكر نحن نفقده فترات طويلة من الصيام وهذا السكر ايضا يتحول الى طاقة بعدين فانا وصيكم بالتمر وعلى فكرة مثل ما قاله والتمر طعام للفقير وحلوة الغنية لا تخلون سفرتكم تخلى من التمر عفوا الله يحفظكم ان شاء الله وربي قويكم نبلشو الى اطفال الحلوين نشوفكم مستعدين انت اليوم ويانا ولا مو مستعدين انتو بخير ولا مو بخير ارفعوا صوتكم عشان الناس تسمعكم انتو بخير الله يقويكم ان شاء الله في منوت تصغير اواقفة وراء من الصبع تعالي تعالي عندي تعالي عندي هنا لا بس انتي بس انتي تعالي 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 وقف هنا وقف هنا وقف هنا شو في حالك beach ماذا اغبارت ميحا شو اسمت commodity شام شام الله يحفظه ان شاء الله تعالي يا حلو خليك واقف هنا شام شوف هناك شوف هناك شب أك وبرشيا شام توجهين كلمة لأهلك بابا وماما موجودين هنا ولا تابعوني على التلفزيون بس بابا موجود بس بابا موجود ان Technical saya شو تقولين لبابا شكر شكرا على شو قولي بابانا بحبك كمان بحبك قل بصوات عالي ما قاعد يسمعت بحبك الله يحظه إذا إني أن دعويت قولي لي ما هو أكبر طائر في العالم في طائر كبير 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 بس هو ما يطير هذي مشكلتها تعرفي ولم تعرفين رأيس عضي الخيارات هل هي النعامة ولا الحمامة ها قولي النعامة ولا الحمامة شوف هناك شوف هنا قولي لهم حمامة الحمامة ولا النعامة لا لا نعمة نعمة جابتت صحيحة أنت وأخوت أبات تروحين السينما حلو هذه تذكرتين سينما من سينما جالكسي تروحين أنت وأخوت فيها نزيل الله يحفلت إن شاء الله يلا روحي روحي يا بطل نزيل شوف الحلوين شوف الحلوين لا ترفعون يتكم لا ترفعون أنا بيكم بيكم واحد وراء الثاني نزيل ننتقل هناك لأن الأخوان هناك ولا البنات هناك ما سألناهم شلون تخبارت؟ شم سوي مستحية مستحية أنت مستحية؟ مو مستحية نزيل شو اسمت؟ عسل اسمت عسل؟ الله يحفظت إن شاء الله اسم على مسمى نزيل عسل تقولي لي هل صمت رمضان هذا كله ولا متقطع شوية؟ يعني ويعني نزيل متع طوال مدة صمت فيها؟ ما تعرفين؟ نزيل أسلت سؤال للقيادة العام لشرطة الفجيرة قلت من هو أول رئيس لمجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة أعطيت خيارات؟ هل هو مكتوم بن محمد؟ عفوا مكتوم بن راشد قال مكتوم طيب الله ثرى ولا هو؟ إذن قولي قولي هو قولي الاسم قولي مكتوم بن راشد بن راشد قال مكتوم مكتوم بن راشد قال مكتوم طيب الله ثرى وإجابتك صحيحة والله يحفظت إن شاء الله وتروحين عند عم الشرطي هو اللي بيعطيه جائزة نزين الله يحفظت إن شاء الله نشوف 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 نزين لحظة 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 أنا حين بطلعكم أنا قاعد أشوف الناس اللي وارد على الفكرة الناس اللي ما طلعوا وقاعد أشوفهم في ناس طلعتهم أنا في ناس ما طلعناهم أنت طلعت قبل طلعت قبل طلعت قبل أنت قاعد تغشي شيها نزيل 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 تعال بسأل كتة بسأل كتة تعال 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 ليش رأي بعيد شزمكتها أدهم أدهم الله يحفظك إن شاء الله أدهم كيف رمضان وياك وكيف الصيام رمضان حلو والصيام يعني مو متعب كتير ونأخذ حسنات أنت تقرأ قرآن في رمضان أو لا تقرأ بقرأ كم جزء للحين مخلص الحين تمانية تمانية ما شاء الله عليك الله يحفظك أنت تقرأتي قراءة أو تمر عليك كمرور الكرام أو تفهم شو قاعد تقرأ أفهم تفهم حلو الله يحفظك إن شاء الله وربي قويك أدهم شو تقول للناس الصايمين شو تقول لهم أن الصيام في خير ونازم تصوم عشان لو صمنا بناخد حسنات وبعد قلهم قلهم نحن نصوم نحسب الفقراء نعم حلو وبعد أن نحن نصوم وتصحوا يعني نحن لما ننصوم على فكرة هذا شيء جيد للمعدة ونحس نفسنا خفاف ننظف الجسم من السموم ونحس نفسنا خفاف نحن ننصوم ونحن ننصوم على أبو الفاضي لا 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 عشان نحس مثل ما قال أخوي أدهم صح؟ أنزين أخوي صغير أدهم قال عشان نحس بالفقراء وأيضا هو شيء مفيد لجسم الإنسان أنزين أحاب توده تحية لحد يتابعك أهلك من قاعد يتابعك الحين الحين أهلي في البيت الله يحفظهم إن شاء الله شو حب تقولهم شو حب تقول للوالدة اللي قاعد تطبخ وقاعد تتعب شو حب تقولها أنا بحبها وهي بتساعدنا كتير وتطبخ لنا وتدرس لنا الله يحفظها إن شاء الله ويقوي شو كان أمس فطوركم الرز اللحم ودجاج وبطاطس حلو واليوم شو فطوركم ممكن ناخذ الكروة ونجعتكم اليوم أنا أكل مشاوي مشاوي حلو بالعافية عليك حبيبي الله يحفظك إن شاء الله زين عطيني اسم أكبر حيوان مائي من الثديات يلد ولا يبيض شو هو أنا فكرة وايت سهل أيوة الحوت إجابتك صحيحة الله يحفظك إن شاء الله وهذا قيمة عفوا من مسكة الإمارات جائزة بقيمة 300 درهم أو كوبون بقيمة 300 درهم حبيبي الله يحفظك إن شاء الله وربي يقويك الله يقويكم إن شاء الله أخواني وأخواتي على فكرة ترى الصيام مش شي صعب يعني صوموا تصحوا نقدر نمارس الرياضة وعلى فكرة الرياضة جدا مفيدة لما نكون صايمين بس نمارسها في وقت مناسب يعني نمارس الرياضة قبل الفطور تقريبا بساعة ونص ساعتين مثل ما ذكرت بالحلقة اللي فاتت لأن يعني نحن نكون صايمين فنمارس الرياضة إذا كنا متأخر وائد ممارسين الرياضة حيكون عندنا فترة طويلة لما هي الفطور لكن ساعة ونص يعني توقيت جدا يعني حلو على أن ننقر نحن نمارس في الرياضة ومن بعدها نبتدي للفطور إن زي شلونك يا حلو طلعناكم طلعنا زين هذا المسكين قائع شوف والله العظيم أنا المؤدبة طلعة زين يلا بنطلعكم إن شاء الله لحلقات الياس ورتو وبعد عدنا جوايس ثانية شلونك خيار شو اسمك يا بطل محمد محمد ولد منه ياصر ونعم فيك الله يحفظك إن شاء الله محمد شو صيام وياك زين زين تصوم ولا شوية مني مني شوية كده شوية كده وتفطر مثلا بورا الباب تشرب ماي شي قول قول عادي تفضل عادي ما فيها شي كم عمرك تأول شي ثمان ثمان الله يحفظك إن شاء الله وربي قويك زين قريت قرآن ولا ما قريت أقرأ أقرأ تقرأ قرآن كم جزء ما شاء الله مخلص يعني كده وايد كده وايد يعني كم تقريبا نزين حلو نزين قولي ما اسم حاكم الفجيرة عند قيام دولة الإمارات العربية المتحدة ها شو اسمه اسمه وايد سهل المغفور له الشيخ محمد بن حمد الشرقي قولها قولها تدام الناس الشيخ حمد محمد بن حمد بن حمد الشرقي الله يرحم إن شاء الله طيب الله طبعا جائستك مقدمة من القيادة العامة لشرطة الفجيرة روح استلم جائستك حبيبي والله يحفظك إن شاء الله وربي قويكم طبعا وصلنا لختام هذا البرنامج إخواني وأخواتي تقبلوا تحيات طاقم برنامج مدفع الإفطار وتقبلوا تحيات أخوكم عبدالله الهاشمي أتمنى لكم صيام مقبول وإفطار شهي ولا تنسون الدعوة مستجابة في هذا الوقت الله يحفظكم وربي قويكم إن شاء الله ولا تنسون تدعون لهلكم ولأحبابكم والناس الغالين عليكم لأننا مثل ما قلت لكم الدعوة مستجابة في هذا الوقت وطبعا الأجواء ويد حلوة فربي يحفظكم إن شاء الله وربي قويكم وأتمنى لكم إفطار شهي ولا تنسون تشكرون أهلكم على هذا الفطور الشهي ربي قويكم إن شاء الله وإفطار شهي بذن الله حياكم الله اللعنة 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 الخفص المدفع الى الامام معتجيل سر مدفع الأفطار جهز المترجم للقناة المترجم للقناة